المترجم للقناة وقد درس المجلس خمس مشاريع كانت مدرجة بالمحضر فيما يتعلق بوزارة إدارة الأراضي الأمن العام والحكم المحلي فإن المجلس قد درس واعتمد مشروعي قانون الأول يتعلق بتكوين وحدات إدارية أما الثاني يتعلق بإنشاء الجمعيات المستقلة فيما يتعلق بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي فإن المجلس قد درس واعتمد مشروع قانون يخول فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو الموافقة على مشروع قانون حول اتفاقية التعاون القضائي الذي اعتمد من قبل وزراء العدل خلال المؤتمر العاشر الذي عقد بتاريخ السادس أشر من مايو 2018 وقد وقعت عليها تشاد عام 2009 ويخول هذه الاتفاقية دول الموقعة على تبادل المعلومات حول كيفية محاربة الإرهاب ضمن إطارها الأوسع فيما يتعلق بوزارة المناجم والتنمية الصناعية والتجارة وترقية القطاع الخاص فإن المجلس قد اعتمد مشروع قانون يتعلق بمرسوم يقضي بتنظيم مهام وعمل المجلس الوطني للإرصاد الجوي أما المشروع الثاني يتضمن في الواقع مرسوم يتعلق بدمج وتنظيم عمل الوكالة الشادية للنظم أما الثاني فيتعلق بتنظيم وتوزيع مهام ونظم القواعد الفنية لتقييم النظم التقنية بجمهورية شاد هذا المشروع يتضمن في الواقع ثلاث مشاريع مرسوم الأول مرسوم يتعلق بدمج وتنظيم عمل الوكالة الشادية للنظم أما الثاني فمرسوم يتعلق بتنظيم مهام التقنية والتطابق بجمهورية شاد أما المشروع الثالث فيتعلق بتنظيم مهام وعمل المجلس الوطني للنوعية اعتماد هذه النصوص تم التكليف الوزارة المعنية من اجل ترقية الصناعة في تشاد بدأ المجلس في صباحة العاشرة تماما وانتهى المجلس عند ساعة الثانية وتسع واربعون ظهرا انجمعنا في السادس والعشرون من يوليو الفين وثمانية عشر بيان من قبل الحكومة التشادية رئيس الجمهورية رئيس الدولة رئيس الحكومة قد اثنى ورحب بذلك العهد الذي قطعه الشيخ ابن امر الرئيس السابق لجبهة سيد اير وعضو المبادرة الافريقية من اجل الدفاع عن الديمقراطية بالعودة الى الشرعية دون اي شروط مسبقة بعد فترات طويلة قداها خارج الوطن هذا القرار الشجاع الذي اتخذه الشيخ ابن عمر يدخل ضمن اطار سياسة اليد الممدودة ومشروع العفو العام الذي اطلقه فخامة رئيس الجمهورية رئيس الدولة رئيس الحكومة ادريس ديبي اتنو ايضا فان قرار رجوع الشيخ ابن امر يترجم تلك النوايا الحسنة من قبل فخامة رئيس الجمهورية وحكومته اتجاه ابناء الوطن وخاصة اولئك الذين ما زالوا يترددون في مشروع العفو العام الذي اطلقه فخامة رئيس الجمهورية لكل الشاديين في الخارج ان حكومة الجمهورية الرابعة بحاجة الى دعم ومساندة جميع ابناء الوطن بكافة اطيافهم المختلفة من اجل شاد قوية ومزدهرة اشتركوا في القناة